السلام الملكي الأردني أشرون عاما مضت على توقيع الأردن لاتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني المحتل لكن ومع مرور الوقت تبين للمراقب بأن المعاهدة التي كانت من المفترض أن تحقق المكاسب لكل الطرفين استثنت الأردن عمليا من أي مكسب سياسي أو اقتصادي ولم تؤتي أكلها الاستراتيجية التي كانت متوقعة في أذهان من وقع المعاهدة الأردن وقع في ظل ظروف عسكرية واقتصادية وحتى سياسية صعبة فالتحدي مع الكيان الذي ما زال يرغب بالتوسع بأي طريقة كان كبيرا والدعم الأجنبي والغربي للعدو الصهيوني فقد تجمع العربية الذي حاول المقاومة واسترداد الأراضي المحتلة ودخل بأكثر من حرب مع الاحتلال دون جدوى الاتفاقية أزاحت القلق الذي اعترى الاحتلال طيلة السنوات الماضية من أي محاولة اختراق لطول الحدود الفاصلة بين الأردن والأراضي المحتلة وسهلت له التطبيع مع الدول العربية الأخرى في ظل هدوء الأردن تجاهه بعد أن كان الأردن هو العدو الأكبر للكيان بالمقابل شكلت الاتفاقية مصدر غضب شعبي دائم على الحكومات المتعاقبة في ظل رفض كبير للمعاهدة ولوجود السفارة الصهيونية على الأراضي الأردنية والتزام الحكومة المفروض عليها قبل أن تأتي بتطبيق بنود المعاهدة والتي يعكف الأردن على تطبيقها دون محاسبة للجانب الآخر على انتهاكاته المتواصلة الاضطهاد الدائم للشعب الفلسطيني والتنكر للمعاهدة وبنودها والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وتكبيل الأردن باتفاقية تؤثر حتى على سير عملية الإصلاح الشامل وتؤخر السير بالمبادئ الديمقراطية في المملكة كل ذلك كان مؤججا للغضب الشعبي وخلق حالة كبيرة من التوتر والذي رافق السنوات الماضية من عمر المعاهدة التصريحات الصهيونية المتطرفة ضد الأردن تعقبها أحيانا تصريحات تلين الجانب مع الجهات الرسمية الأردنية وتزيد من حرقة الشعب على المعاهدة والعلاقة وطبيعتها فمثلا يقول رئيس الوزراء الصهيوني بأن الكيان لن يجد جارة أفضل من الأردن في حين تتزايد التصريحات التي تؤكد دائما وأبدا بأن الأردن هو الوطن البدير للفلسطينيين كل ذلك ومؤثرات أخرى مثل تحويل مياه نهر الأردن والاستفادة الكبرى من خيرات البحر الميت وحتى المشاريع القادمة التي يوافق عليها الأردن مع علمه بأن استفادته منها محدودة وأن الجانب الصهيوني سيكون المستفيد الأكبر كل ذلك يزيد من الاحتقان الشعبي المتواصل ويرفع منسوب الغضب والمطالبات بإلغاء اتفاقية وادي عربة وإغلاق سفارة الكيان وقطع العلاقات مع من ما زال الجميع يسميه عدوا وحتى على لسان مسؤولين ونواب وسياسيين محسوبين على النظام الذي قبل بالاتفاقية واستدامها دون الحصول على جدوى استراتيجية لغاية اللحظة وحتى بعد مرور عشرين عاما مصعب الأشقر قناة اليرموك